السلام عليكم و مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله سنقدم لكم الاكلة المفضلة عندي والتي هي الكسكسو بطريقة سريعة و سهلة و يتحضر في الوقت الذي هو واجيز جدا فهنا كثما تشوفوا معايا فانا وضعت كمية من الحمل اللي غسلته جيدا اخواتي و غسقطرته و نضيف لي واحد البصلة مشلدة و غدي نضيف لي واحد ما يعادل واحد نسف كيلو من ماطيشة من جوج حتل ثلاثات حباس ديالطماطم او اللي ماطيشة لتها هي قشرتها من بعد ما غسلتها جيدا ربطة ديال الربع قصبره مع دنوت يعني و غدي نضيف ماطيشة فانا كيفما قلت لكم اخواتي فجوج حتل ثلاثة ديال ماطيشات و غدي نضيف واحد الفصل من التوم صغير لقطع سو قطع صغيرة ثم غدي نضيف واحد الكيمية من الملح بطبيعة الحال فالملح كتبقى حسب الضوغ و غدي نحرك هذه العنصير كاملة بطبيعة الحال الحمع ماطيشة و البصلة والربيع و التويمة و الملحة ثم غدي نقوم بغلق الطنجرة فما كنضيف لا ماء لا زيت لحت شي حاجة في الاول اخواتي فقط غدي نسد الطنجرة و غدي نشعل عليها البطح حتى تتغلى ثم غدي ننزل عافية شوية و غدي نخليها واحد ربع ساعة على ما نوجد الخضر ديالي ننقها و نوجدها و هنا اخواتي فهنا خديت واحد نصف كيلو من الكسكوس الرقيق تقدروا تعاوضوه يعني باي نوع من الكسكسوكة تبغيو كنضيف لي القليل من الملح ثم غدي نتزقوها بها الطريقة هادي فانا اخديت نصف كيلو طبيعة الحال حنا اربعة ديال الافراد الاسرة بالنسبة للناس اللي عندهم يعني افراد كتار فتقدروا يعني تضاعفوا الكمية على حسب الافراد بالنسبة الماء فهو الماء عادي بارد يعني ديال الروبيني فكأنقا نحلو بهالطريقة هادي حتى كنشف من هاد الماء اللي فزكتو به ثم غدي ناخد واحد الكسكاس اللي غدي ندهنه بالقليل من الزيت فعنا الكسكاس غدي ندهنه بالقليل من زيت البلدية تقدروا يعني تضعف مكانها زيتا رومية او لا زيت نباتية فهالطريقة اخواتي كتخلي الكسكسو هكا ما كيلسقش في الكسكاس بدي كان مغوي نعودو هكا ما نعودوه ما كيلسقش فكي ينزل بسهولة من الكسكاس وعدي نوضع هاد الكسكسو هادا في الكسكاس باش غدي نديرو باش يفور فانا مقبل اخواتي وضعت واحد البرماء فوق البوطاء وضعت فيها كمية من الماء وضعت فيها القليل من القشر دي الخضر غدي نخلي اعلمات يعني تغلم عيال البرماء في هاد الوقت اخواتي فانايا غدي نحرك الحيمة هكا مع هاداك العطرية اللي وضعت فيها ثم غدي نبدأ كنضيف التوابين غدي نضيف واحد الملعقة صغيرة من الفلفل الاسود او البزار القليل جدا من الكمون يعني رأس ملعقة من الكمون غدي نضيف واحد ما يعادل واحد نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل او لسكنجبيل ثم ملعقة صغيرة مملوئة من الكركم او الخرقم البلدي غدي نضيف واحد نصف ملعقة من القزبرة ليبسى وبطبيعة الحال غدي نضيف زيت الزيتون ما يعادل واحد نصف كأس صغير من زيت الزيتون كأس العنبة ثم القليل من زيت نباتية ثم نقوم بتحريك التوابين مع الحم ثم نغلق عليها مرة اخرى يعني نخليها وحد المدة يعني على ما نوضع الكسكسوي فور طبيعة الحال انا كن نقلب هكا الحم في التوابين باش كي يتبه لهكا ونغطي عليه ونخليه قليلا على ما نقعد الخضر ديلي ونرجع فهنا البرما كيف ما كتشوفوا معي البنات المبدأ كي يغلى هكا فانا با غدي نوضع الكسكاس اللي درش فيه الكسكسو وغادي نوالي لكم واحد لاسيوس البنات وهي انني كنغلف يعني كننقفل كنقفل هكا البرما بالفيلم فهو كي يقفل با حال طريقة رائع اخواتي كي سهل عنا الشغل بزاف في التكسكيس او لفلكسكسو ديانا او اللي احسابني كنبغوي نفوره كالشعرية سفا او لا غدي نجيب واحد المقص باش غدي نقطعه وغادي نخلي الكسكسو ان اي فور فهد الوقت اخواتي فهنا هي اللحيمة غدي نضيف لها الخضر اللي هو جسم القبال واللي هي اللفت وخيزو والكورجات والقرعة البلدية الخضراء غدي شوفوا معي غنوضعهم دبا في التنجرة فانا هاد البنات انا هدي الطريقة اللي كنعمل فكنوضع اللحم مع الخضر في مرة وكي طيبوا كلهم مقادل لان اللحم ديجة طيب واحد خمساش دقيقة من قبل فمن بعد يعني كي طيب كل شي كي يجيني مقاد هو هادا كتجي المريقة غزالة للبنات فانا اوضعت الجزار او اللخيزو من بعد ما اوضعت اللفت الاصفار واللفت الابيض ثم غدي نضيف القرعة الاخضر او القرعة البلدية الخضراء نقطع ساسية قطع وغدي نضيف واحد القرعة هكا رومية هديك الطويلة هنضير غوحيدة لانا كنوضع الكيمية اللي غدي نستعملوها وهنا غدي نضيف القرعة الاحمر كيف ما كتشوفوه فهالطريقة اخواتي كتخلي ان الخضر كتطيب واحد طريقة جيدة وما كتتحلش معنا فالنسبة للقرعة الحمراء كتبقى كما هي يعني ما كتتحلش غدي تشوفوها معايا في اخير الفيديو عند التقديم ثم غدي نروي بالماء اللي غليته من قبل غدي ناخد يعني كمية الماء اللي غدي تكفاني كما كتعرفوه فالكسكسو كاي بغي الماء وغدي نغلق عليها وغدي نخليها حتى كتصفر معي الكوكوت من بعد ما كتصفر الكوكوت او لا كتغلة فكننقص عليها البوطة وكنخليها نسب ساعة وهالكسكسو ديالنا موجود فهنا كنعود التعاويد التانية بالنسبة الكسكسو طبيعة الحل كنعوده بالماء وهي مسألة يعني معروفة لكل اغلبية الناس كي يعرفوها كنعود نردو الكسكس باش غدي يفور يعني الفورة التانية بعد ما يعني كما كتشوفو معيها هوايا فار المرة التانية كما كتشوفو الكسكس يبقى يعني نقي لان اللي بهنته بالزيت فما كيلتصقش فيه نهائيا الكسكسو فغدي نضيف قليل من الماء على الكسكسو هذا نخلي حتى يتشرب ثم هنا عندي واحد كمية من الزبيب اللي رقدته من قبل مزيان في الماء وغسلته ودبع غدي نصفي من هذاك الماء اللي كان مرقد فيه وغدي نضعه في الكسكاس وغدي نضيره فوق البوطايفور في الكسكاس عفوان في البرماء غدي نخلي فورع لما نعود الكسكسو ديالي فأخواتي من قبل كنا يلا بغينا نصوب الكسكسو كنبقى نسينا واحد مدة طويلة مهم كنشوف انا نعقل على طريقة الامهات ديالنا فكيدروا اللحم احتكيد طيب كيضيفوا لي الخضر شيء مرة كل حاجة نضيفوها يعني في مرة فهكا كياخد معنا واحد الوقت طويل فالهنا يا انا يا البنات ركا نصوب الكسكسو في ساعة كيكون واجد فهنا نضيف قليل من زيت الزيتون كما كنقوله احنا غنريح بها هكا الكسكسو وفي الوقت تخلي الكسكسو هكا كيتحل ما يجيش هكا معقود مع بعدياته او لا ما عرفش كيفاش نسميها لكم راه الناس اللي كي يصوبوا الكسكسو راهما عارفينها فهنا كنحل الكسكسو على هات شكل هذا وغدي نوضعه في الكسكاس باش يفور الفورة الثالثة فاخوتي هالطريقة هدي ما كيجي فيني طيب الكسكسو حتى كيلقى المريقة طابت وكانوا نحط الكسكسو ديانا لكيجي على هالطريقة وانتمنى ان الفيديو للاعجابكم وانتمنى الوصفة دياليومتنا للاعجابكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة